مرحبا الأسبوع الماضي كانت الفقرة عن الاستعداد الأوكراني للمعركة المقبلة فقرت اليوم عن الاستعداد الروسي بيّنت الحرب بأوكرانيا مشاكل الجيش الروسي الأساسية هي العديد، العتاد القيادة والسيطرة خاصة بالحرب المشتركة لكل أنواع الأسلحة أو يعني كيف منحارب بالمدفعية، بالمشيد، بالمدرعات بالطيران، المسيّرات والسايبر، كلهم بنفس الوقت هذه المشاكل عم تنحل حسب القيادة الروسية اللي رح تزيد عديد الجيش من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف إلى مليون ونص كمان تحفيز الصناعات العسكرية وتدريب العسكر على الحرب الحديثة ولتكتمل المنظومة القتالية لروسية استوردت روسيا من إيران المسيّرات، منها شاهد ميو ستة وثلاثين مقابل إعطاء سخوي السيو 57 وهي مقاتلة من الجيل الخامس وهيدي السفقة ستؤثر لاحقاً على موازين القوى في منطقة الخليج لأن كل الدول العربية عندها مقاتلات من الجيل الرابع ولتعزيز المعادلة الردعية دايماً في تلميح لاستعمال السلاح النووي من قبل الرئيس بوتين أو الرئيس السابق مدفداب آخر تلميح هو تمرين للبرجي كورشكوف في بحر النروج والتي تحمل صواريخ زيركون القادرة على حمل رؤوس نووية إذن وين ممكن تكون العمليات العسكرية الروسية؟ كله متعلق بالجغرافيا والطوبوغرافيا الأوكرانية وأهداف الرئيس بوتين الأساسية وسير المعارك الحالية بتقول أن منطقة خرسون مستبعدة حالياً لأنه في عائق النهر الهجوم من الجنوب باتجاه زابروجيا وهي مهمة للرئيس بوتين كان كان ضم بمرسوم والمؤشرات والاشتباكات الأخيرة بتدل أنه في محاولات روسية لتحسين المواقع التكتيكية استعداداً للمعركة الكبرى وأخيراً وليس آخراً محاولة السيطرة على الأقليم دونياتسك وهو كمان من الأقليم الأربعة اللي ضم الرئيس بوتين وهي لوغانسك دونياتسك زابروجيا وخرسون إلى اللقاء